التفلسف دون أن يكون نكداً ودون التحزلق والتفازلق فأنا بالنسبة لي هو تجلى عشان كده أقولك أنه لسه ما شفتش بره المنهج أنا بالنسبة لي تجلى جداً عمر السلامة في المؤخزة هو يوسف تاني زي ما قلت المرة الأولانية هو فكرة أن السينما دي يعني كفن كده الناس بتخش السينما لي يعني أنت لابتعد تفكر الناس وهي قاعدة في قهوة مثلا وبيقوله تعالى نخش فيلم سينما هو بيقوله تعالى نخش فيلم سينما ليه في متعة معاناة هو متوقع أنه هيلاقيها جوا فعلى قد مقدر كل فيلم بحاول أقيس إيه أو العامل الترفيهي اللي في الفيلم ده يعني إيه الحاجة اللي الناس هتدفع فلوس تذكاره علشان تشوف الفيلم ده عشانها ممكن يكون العامل ده هو أن هم هيتحكوا ممكن يكون العامل ده أنه هم هيتأثروا ممكن يكون العامل ده أنه هم هيفكروا حتى ممكن يكون العامل ده أنه هو هيشوفوا أكشن هيشوفوا غموض هيحاولوا يحلوا الغاز فكل فيلم بحاول على قد ما أقدر يبقى فيه عامل ترفيهي معين يخلي الفيلم جذاب وممتع اللي بيتفرج عليه لأن أنا شخصيا ساعات بشوف أفلام مهمة جدا وباش مبسوط يعني هو فيلم مهم وقيم بس أنا وأنا بتفرج أنا بقطع شراييني زهان أو أنا مش مفيش متعة مفيش متعة وفيه أفلام ممكن حد ما يستمتعش بيها وأنا استمتع بيها والعكس بيحصل بس أنا بحاول قد ما أقدر أكون بعمل فيلم لو أنا دخلت السينما هستمتع لما أشوفه لما أخذ بالذات كان بالمناسبة هو الفيلم جاي برضو من تجربة شخصية ثم يمكن لو فيه بقى نوع من أنواع التفكير أو الموضوع أو الفلسفة وراه جت بالصدفة بس هو الفيلم جاي من حتة شخصية جداً أنا كنت طفل جيت من السعودية دخلت بس حكومة صدمت فيها في الأول جداً وحصل لي مواقف معينة وفي يوم باكب العربية عدت قدامها افتكرت كل الزكريات دي الثاني يوم قاعد في كافية بكتب فكتبت قصتي فيها وحاورت عليها تحويرة بسيطة طب نفتقد أن الطفل ده كمان مسيحي هيحصل إيه فهو قصتي حطتها في قلب قصة تانية بس هي في الآخر تسعين في المية من اللي حصل في الفيلم ده حصل لنا فعلاً وبالتفاصيل حتى قومي وهي بتتفرج على الفيلم كانين بتتحك بشكل فيه سريخ فاكرة كل مواقف فاكرة لما جات لي المدرسة وفاكرة لما اتخنقت مع صاحبي وفاكرة إن اللي وادة كان اسمه فعلاً مؤمن ولوادة كان اسمه اسمه علي هقدتولي يا عم انت حطتهم بأساميهم وهم نفسهم بعتولي بعد الفيلم مناكلمناش بعضهم من تلاتين سنة بعتين لي بيقولي يا إيه دا احنا شوفنا الفيلم وشوفناه بتاعه مؤمن الحقيقي وعلي الحقيقي والمدرس الحقيقي وانا فاكر حتى الفيلم ده كان مرفوض رقابة لمدة خمس سنين وكل آآ آآ خمس سنين مرفوض وقدمته يمكن سبع مرات مختلفة بأسامي مختلفة عشان يوافقوا عليه وكان في كل نسخة يرفضو وفاك هنا كنت كل ما بقح لهم اقول لهم ايه دا بيحصلش اقول لهم دا حصل لنا شخصيا يعني مش هقول لكم يعني دا كل حاجة هنا حصلت يعني فهو جاء من تجوبة شخصية بس اجابة لسؤالك في تلخيصا يعني انه آآ الفيلم آآ الجمهور له حق على صنع الفيلم ان انت اتمتعنا فانا بحس ان انا مهما كنت عايز احكي قصة شخصية او عايز احكي قصة مهمة او عايز آآ حتى لو عندي فلسفة شخصية عايز احطها في الفيلم لازم احطها في قالب الناس لما يخشوا الفيلم ويخرجوا يكونوا استمتعوا على قد مقدر يعني فكان اكتشاف داش من خلال هذا الفيلم داش 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 كان آآ كان طفل آآ زاكي جدا وآآ وموهوب جدا ومتفاجئ انا شخصيا بالزاي يعني انا اشتغلت مع داش في المواهزة وبعد كده كنا بنعمل مسلسل طهي اشتغلت مع داش بعدها بخمس سنين آآ نضج بشكل رهيب جدا في خمس سنين يعني الفرق ما بين داش الاولاني والتاني بالنسبة لي كان آآ ملهم لي انا فعلا والله العظيم ان ازاي حد ممكن يكفز القافزة دي وازاي حد ممكن آآ آآ يكتسب الخبرات والمهارات دي آآ كان ملهم لي لانه آآ داش اول فيلم كنت بقول اي حاجة عملها على الشاشة في المواهزة من آآ من غروري يعني اقول ده من صنعي انا قلت له يعمل كده وانا قلت له يعمل كده فطايع لما اشتغلنا لا هو بيديني اكتر من اللي انا متخيله بكتير فهو من صنعه هو فانا بشوف ممثل نضج وبسأل نفسي هلأ انا في الخامس سنين دول نضجت نفس النضج بتاع داش ولا لا اللي هو اللي ساعتها فاحنا بنعمل طايع كان لسه عنده يمكن ستاشر سنة او خمستاشر سنة آآ لا يمكن سبعتاشر سنة بس يعني في الاخر سبعتاشر سنة ومفاجئني بقد ايه هو نضج مش بس كموهبة كفكريا وكإنسان والنهار دا الحد النهار دا بشوف داش بقول ربنا يا حمي آآ كان نفسي وانا عندي سن وانا في سنه كان يبقى عندي النضج ده انت قلت جملتين ولاد لازين واحد منهم من غرور يقولت انا اللي صنعت دا آآ وبعد كده روح تقايل الجملة العكسية هو انا ياريتني كنت اعرف يبقى عندي النضج اللي حصل طبعا آآ امت حسيت او امت البني ادم او عمر او مخرج عمر المخرج يحس انه مغرور بس هو او بالاصح يتغر بس لسه ما حسش بص هو دي مش عمر بس بس احنا عندنا يجو طول الوقت جوانا او غرور جوانا طول الوقت آآ آآ بيقولنا نوع من عاية من الحوار يعني في حوار ماشي جوه دماغك طول الوقت وانت قاعد كده آآ آآ بتحاول تقيم نفسك انا فيه انا مين الغرور ده او الايجو بلاش نسميه الغرور الايجو يعني او انا العليا اللي جواك دي زهو آآ هي هدفها الاصلي جيد ان هي تحميك تحميك ان انت آآ لا يوسف ما يكونش الاكل ده عشان مدرعشان يوسف اهم من انه يقزي نفسه ويوسف اهم من انه يقع في البني ادم ده عشان ما ازيش نفسه يعني هو هو عف هو بوديجارد خلاص بس البوديجارد ده ممكن يبقى ماشي معاك يستغل سلطته ويدرب الاخرين ويقزي الاخرين فالايجو بتاعك ازاي تتحكم فيه بحيث انه ما يقولكش حوار آآ يدمرك لانه ساعة على فكه الايجو بيدمرلك سيقتك في نفسك ساعات الايجو اللي جواك ده يقولك ازاي يوسف الحسيني يعمل واحد دين ثلاثة فتلاقي نفسك متضايق من الغرور الغرور بيقولك انت آآ مش كويس آآ فهي فكهة معقدة شوية بس المقصود انه ان انت ازاي طول الوقت تسمع للايجو وتكلمه بعقلاني لان الايجو معظم كلامه مش عقلاني الايجو معظم كلامه عايف لما ما امك تقولك يا خيدي نا انت حلا واحد في الدنيا فالاييجو ممكن يكون زي يومك هو بيحبك قوي فبيقولك كلام فانت تمسك كلامه كده محتاج بانوع من انواع الوعي وال او الوعي او الادراق ان انت انت انا هيخد كلام الايجو بتاعي ده او الغرور بتاعي ده وفنده ممكن يطلع في كلام صح ممكن يطلع في كلام غلط بالعقل كده الايجو مسلا بتاعي ممكن يقول لي انت آآ آآ اسكى واحد في الناس دي فتبص كده طب هل الكلام صحة ولا لا فهناقعد نمسكها بشكل عقلاني كده ونحل الكلام الايجو ده ونشوفه كواس مفيد ولا لا وصحة ولا لا ورحت في الجملة العكسية يا ترى هل انا عندي نفس النطج او ما ردب مرحلة النطج اللي حصلت عند داش فهنا عكس بقى مسألة غروري صور لي كزا صح والنحة التانية يا ترى هو انا كده ولا لا بالضبط انت بتشوف خد بالك انت بالذات في شغلانتنا دي في صمعيتنا اللي في ها ابداع اكبر خوف عندك مين وانت صغير اكبر خوف عندك الكبار ان هم واخدين مكانك وانت كبير الخوف اللي عندك ان الصغيرون هياخدوا مكاني خلاص فانت بتقول ما الورد الصغير ده بياخد فلوس اقل مني وممكن يبعنده افكار اكداد مني واروش مني والناس تحبها اكتر مني لان هو متصل مع الناس والارض اكتر مني فانت طول الوقت وانت صغير بتتعلم من اللي سبقوك وانت كبير لو ما تعلمتش من الصغيرين مصيرك للفناء يا احنا شفنا مخرجين كتير جدا بيعدوا الستين او السبعين وخلاص يا ما بيشتغلوش مش لقين حاجة يحكوها بيكرروا نفسهم ليه علشان ما كانش عندهم الوعي وبتاع ان هما يتحكموا في غرورهم وانه هما يتعلموا من الله صغير منهم لان انت منافسك الحقيقة لما بتكبر هو الله صغير منك ده جاي اخد من كانك فهو انت لازم تتعلم منه مهما كان لسه ما نضاقش ومهما كان لسه ما عملش حاجات عظيمة بس هو عنده حاجة فالحاجة دي ايه وازاي اتعلم منها انا لحد مثلا من خمس سنين كنت بمسك الاسادزة اللي قابلنا اذا كرهم واحد واحد و bounds استاذ داود عب سيد استاذ عطف الطيب استاذ كمال الشيخ استاذ استاذ يوسف شهين استاذ يوسف ناصر الله استاذ عطارا عريان شييف عرفة كل الاسامل كبيرة اللي سابقوا الواحد يعود التعلم منهم دلوقتي انا لو بعمل حاجة انا بشوف كون الشباب اللي طالع على جديد وبتعلم منهم واحد واحد ده عنده ايه عرف يعمل ايه شاطئ في ايه بيعرف يحكي ازاي اللي مخليها فيها علي كده الي بيخليها فياصور كده فده مهم علشان مش هقول متك ما تروحش بس عشان اقول تفضل اه على اتصار. ما 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 تنعزلش في برجة عاجي. صح. وتفقى فاكرة ان انت عظيم. وتبقى فاكرة ان انت هتفضل طلع عمرك ناجح. وتبقى فاكرة ان انت هتفضل طلع عمرك اه الناس عايزة تشتغل معاك. لا انت في يوم هتبقى المخرج القديم او المبدع القديم. فازاي تفضل جديد. ده من قصعب الحاجات في شغلانين. طيب.